ذكر موقع بلومبرغن المملكة العربية الصعودية قررت حضر لحوم الدواجين ومنتجاتها من توركيا بجانب اللحوم الحمراء ومنتجاتها وبيض المائدة والحليب ومنتجات الألبان والأسماك ومنتجاتها اعتبارا من منتصف نوفمبر الجاري المستشار التجاري في صفارة المملكة العربية الصعودية أبلغ جمعية المصدرين الأتراكة أن أتسلم مذكرة بخصوص قرار التعليق وردات المنتجات الحيوانية التي منشأها توركيا ووفق المذكرة الهيئة العامة للغداء والدواء قررت اعتبارا من 15 نوفمبر 2020 وقف استيراض لحوم البقر والحمدان واللحوم البيضاء ومنتجاتهم من توركيا ومنتجات الأسماك والأحياء المائية والحليب وبدائل الحليب المصنعة من الحبوب والبيض والبقولية والعسل ومشتقاته للسعودية وأجاء في الخطاب المرسل من الإدارة العامة للغداء والدواء بوزارة الزراعة والغابة أنه في هذا السياق يجب عدم إصدار شهادة صحية بيطرية اعتبارا من 15 نوفمبر 2020 لتصدير المنتجات المحددة علىه من قبل الهيئة العامة للغداء والدواء إلى المملكة العربية الصعودية ويأتي القرار بعد حملة مقاطعة شعبية تقول توركيا إنها بيرضا حكومية لمنتجات وسلع تركيا وشركات مقاولات وتزايدت شكا والمصدرين ورجال العملية للأكوف قام نقلت تقارير محلية من تضييقات مفروضة على الموردين الراغبين في استيراد المنتجات التركية بالإضافة لعدم توفر فرص لمشاركة شركة المقاولات التركية في المشاريع السعودية منذ أشهر منذر للشيخ مبارك علق بالقول خبر هم جدا تدخل اليوم حضر بعض المنتجات تركيا من اللحوم والدواج حيز التنفيذ حفاظا على الصحة والحمد لله وأضاف أزعج نصيح إعلام تركيا حصنوا منتجاتكم وارفعوا مستوها وبعد ذلك تحدثوا فسلامتنا أهم فيما غرد ألان كوباني قائلا الصناعة التي تجدها تركيا بإتقان برئاسة أردوغان هي صناعة الكذب وتسويقه ولا منافسين لهم في هذا المجال طه الأميرة قال منصة التواصل الاجتماعي أبكتهم فكيف منافذ الدخول الرسمية فيما قال فايز أزعجتون ويقول أن تركيا اقتصادها قوي ومتين ذو قوى ومكانة لدى الغرب لا يتأثر بالمقطع وبالنهاية سياحة موبرد سعودي قال المفروض من زمان يمنع استيراد اللحم والدواجن للسعودية ويتم إنشاء مزارع لتربية المواجه والدواجن وتشرف عليها وزارة الزراع الوطنية تنتج مليون دجاجة يوميا أظن نستطيع أن ننتج ونصدر للعالم لدينا كوادر فنية ولدينا خبرة في هذا المجال أيضا لدينا المساحات اللازمة البعيدة عن المدن ترجمة نانسي قنقر